موسيقى ما تزال ردود الأفعال تتواصل على قرار مجلس الوزراء الفلسطيني بإلغاء المادة رقم 22 من مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة بوصفها خطوة تتناقض مع القانون الأساسي والقوانين المعمول بها في فلسطين والتي أكدت حق المواطنين بمن فيهم الموظفين الحكوميين في التعبير عن آرائهم تنص المادة رقم 22 على أنه للموظف الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام التشريعات كما تنص المادة أيضا على أنه يجب على الموظف عند إبداء رأي أو تعليق أو مشاركة في مواقع التواصل الاجتماعي أن يوضح أنه يمثل رأيه الشخصية فقط ولا تعكس وجهة نظره رأي الجهة الحكومية التي يعمل بها وبالتالي هو فعلا مساس ويمثل خطورة على حرية الرأي والتعبير ويأتي في صياق أيضا خطير صياق قمعي صياق للأسف الشديد يتم فيه انتهاك المبادئ الدستورية بكل بساطة بقرارات وأيضا فيه مساس في مدوانة السلوك التي هي أحد الأحكام التي تمس بمفهوم النزاهة والمساءل وبالتالي انطلاقا من خطورة هذا القرار تدعينا في اتلاف أجل النزاهة والمساءل أمان لدعوة المؤسسات الشريكة لتركيز الضوء على خطورة هذا القرار المطالبة بإلغاهم ووفق المشاركين في الجلسة التي نظمها اتلاف أمان للتباحث في تبعات إلغاء هذه المادة فإن القرار غير منفصل عن السياق والأحداث التي تمر بها فلسطين خصوصا بعد مقتل الناشط نزار بنات وما تبعه من عمليات قمع للمحتجين السلميين وسط تأكيدات على أنه لا يوجد في قانون الخدمة المدنية أي نص يقيد حرية الرأي والتعبير لدى الموظف الموظف حقه في التعبير عن رأيه مهم جدا للمواطنين الموظفين العموميين يوصفون في بعض الحالات بأنهم صفارات الإنذار هم أول من ينبه إلى الأخطاء في حال وقوعها من قبل الحكومة من قبل المؤسسات الرسمية فلذلك أعتقد أن هذا الاجتماع واجتماعات أخرى سابقة وربما لاحقة يجب أن تدفع باتجاه العمل على تراجع مجلس الوزراء عن هذا القرار وأيضا على مراجعة المنظومة القانونية وعلى مراجعة الإجراءات أيضا لتم اتخاذها على أرض الواقع بوقت قالت الحكومة أن إلغاء المادة رقم 22 من مدونة السلوك يهدف لإزالة أي تعارض أو تقييد للحريات العامة فإن مؤسسات حقوق الإنسان أكدت تعرض موظفين عموميين للتهديد بالفصل من الوظيفة في حال أبدو رأيهم حول بعض القضايا سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو المشاركة بفعاليات احتجاجية